انا بصراحة بقالي كتير قوي ما شفتش منتخب مصر بعد المباراة اللعيبة كلها لفت الملعب كله مع الكابتن حسام حسن بما فيهم محمد صلاح لان محمد صلاح كان دايما بعد المباراة ما بتنتهي محمد صلاح بيخش على طول جوة قدت اللبس بالضبط انما النهاردة بصراحة قصة ان محمد صلاح يلف الملعب كله ولعيبة منتخب مصر لف الملعب كله وكابتن حسام يسر على شيء زي ده دي بالنسبة لي حالة جديدة غابت عننا من بعد جيل الكابتن حسن شحاتي فلازم نتكلم عن النقط دي لان انا معيشة كريم امت شفت منتخب مصر تفسيرات كاس العالم باستثناء الماتش اللي هو اللي بيأهلك او قدام قصعب منافس بتلاقيه كامل العدد حتى ماتش بتاع كرواتيا فساد العصب الأدارية وبعيد جدا استاد تسعين الف من المتفاجة على بداية المبارات نهاردة جول في ديار اربعة جول في ديار سبعة حتى اونا بفرج اقول ايه دول كلهم ماخدين حقا من الادرنالين بتاع الكابتن حسام حسن الكابتن حسن حسن صرخ في يوم ما نازلين نازلين نار في نار احنا عمين تاك 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 على بوركينة ولعيبة بوركينة مش قادرة تستوعب الامر يعني ده حقيقة بصراحة يعني تحياة للكابتن حسام حسن طبعا شكل الجمهير النهاردة كان رائع يعني عندي لوم بس عليه وشوان هما في بعض الاوقات بيهدوا خالص في النزاة الهتاف الاشهر له يعني من الاحنا صغيرين يعني حتة الجمهور دي وحتة الانتفافة عن الناس مع مع كابتن حسان حسن دي اكتر حاجة بصراحة النهاردة عجبتني وده الطبيعة الكريمة ده الطبيعة اللي مفروض يكون منتخب مصر هو اهم من اي حد موجود في منظومة الكرة المصرية هو منتخب مصر طبعا على موضوع الجمهور. فضل. حتى ساعة تمانية يا كريم. النقل الملعب. لما كان جاي لنا النقل بس المباشر بتاع الملعب. الجمهور ما كانش هيه سبعة تمن تلاف. اه. دي زاهرة جديدة. ما شفتاش قبل كده لما تشاط لأهلي ولا زمانك ولا منتخب. ان الملعب يتميلي. انا حتى سعقت بانظر الملعب. ان الساعة تمانية ما فيش جمهور. الساعة عشر ملعب ممتلع انا اخير. انا بالنسبة اول مرة تحصل فده اثني جدا على التنظيم والدخول ان المجموعة دي كلها تدخل في ساعتين مستحيلة. ما شفتاش قبل كده بتحصل في مصر. الجوت كمان صعب جدا. مليون في المية. انه الفلو بقى ان الاربعين خمسين الف يخدش في ساعتين. انت عايب احنا دايما بنقول ايه? احنا يا جماعة ازاي اوروبا الاستاد بيتميلي قبلها بساعة. ده حقيقي. يعني الناس عندنا لازم بتروح الاستاد الساعة. سبعة ساعة. والمطش الساعة تمانية عشر بالليل. فحلوة ازاي ملحوظة مهمة جدا. والله يا كريم مطش مصر والجزاير. اه. بتاع الفين وتسعة. انا روحت الاستاد. اه. ساعة حدوش للصبح. اه. واتمالة الساعة اتنين ونص. كان مطش الساعة كان بقى ساعة. كان موش على سبعة. يا شوف. خمس ساعات بدري. يعني دي تحية للناس للتنظيم النهار تحية له هيئة استاد القاهرة. والناس ودخول للجماهير. ونتمنى انه ده دايما يبقى موجود. مزبوط. لانه تفصيلة صغيرة دي والله سهولة الدخول. هتحفز ناس كتير جدا جدا. انهم يروحوا لي في ناس كتير. ما شقة الدخول نفسها صعبة جدا. اللي على جماهير القراءة اوى يعني. انا نقعد ست سبع ساعات قاعد مستني المباراة دي حاجة متعبة جدا. فانا مش عادي. لا والجمهور خلي بالك جمهور دايما كنا نقعد نقول له الجمهور ايه? ما تقعدش تحرق بدري جدا. علشان بتحق تشجع في المباراة. لما هو لو هو رايح قبل المطش بحبة صغرين. حتى لو قعد يشجع الفترة كلها. هيفضل يشجع مش هيطعب يعني. مرحب. مرحب.